يعني الشيخ دعنا نتحدث عن كلمات الإمام الحسين عليه السلام هيهات من الذلة ورسالة الإمام الحسين رسالة إصلاح وقضاء على الفساد والاستبداد وأيضا نتحدث عن كافة ما دعت إليه ثورة الإمام الحسين اليوم كيف بإمكاننا أن ننشد هذه الثورة على أرض الواقع وأيضا بأي طرق نعم وقت الكريمة بإذن الله تعالى إذا أردنا بإذن الله تعالى أن ندقق في كلمات الإمام الحسين السلام والله عليه عندما قال حيهات من الذلة وعندما قال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولكن خرجت الإصلاح هذه الكلمات كلمات عظيمة نحتاج بإذن الله تعالى أن نفهمها فهما حقيقيا أو أن نحولها هذه الشعارات إلى واقع عملي تستفيد منها الأمم يعني أولا لماذا خرج الحسين سلام الله عليه وضحى بنفسه وبأهل بيته بهذه الصورة لماذا فعل الإمام الحسين سلام الله عليه كل هذه الأمور ولماذا لم يتراجع ولماذا خرج وبكى على أعدائه في ساحة المعركة ولماذا الحسين سلام الله عليه قال أما من ذاب من الذب عن حرم رسول الله أما من مغيث يريدنا كل هذه الكلمات التي قال حسين سلام الله تحتاج إلى وقفات أولا أراد الحسين سلام الله عليه أن يوصر رسالة إلى كافة أبناء الأمة أن الأمانة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهذه الأمة وهي الإسلام العظيم التي هي أمانة عظيمة بدأت هذه الأمانة توضع بيادي لا تستحق أو غير أمينة فالإمام الحسين سلام الله عليه بهذه الصرخة أراد أن يعيد الأمة للإسلام الإسلام دين جده رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الإسلام هو دين الصحابة رضي الله عنهم وهذا الإسلام هو دين جميع الأنبياء المرسلين الذي اختار الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وآله أن يكون حافظا وحامل للإسلام العظيم فلهذا كان يقول نحن الأنبياء أخوة لعلات أمهاتنا شتى وديننا واحد فالإمام الحسين سلام الله عليه أراد أن يضحي بنفسه من أجل أن يبقى هذا الدين الإسلامي على واقعه وحقيقته فلهذا نرى أن كثير الثورات قد خرجت بعد استشهاد الحسين سلام الله هذه مطالبة بالحق وواقفة بوجه الظن أمر آخر عندما قال الإمام الحسين سلام الله عليه وأنتم تعلمون أن قضية الإمام الحسين وثورته فيها عدة جوانب عاطفية وعقائدية الجوانب العاطفي لا بأس به البكاء لا بأس به على الحسين سلام الله عليه ولكن أن تنشغل الأمة بالجوانب العاطفي وأن تترك الجوانب المهمة كالثوري والعقائد هذا هو الخطأ فالإمام الحسين عندما قال ما من أمام مغيث يغيث أهل البيت أمام ذا بنذب على حرم رسول الله لم يقولها متوسلا ولا خاضعا ولا متراجعا ولا مستسلما بلكن قالها لتكون هذه العبارة حجة على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أي أينما وجدتم يا أبناء الأمة مفسدة وأينما وجدتم مظلمة فعليكم أن تقتدوا بالحسين سلام الله عليه تقفوا في نصرة المظلوم تحدثت حضرتك اشتركوا في القناة